قلية الفقه الحنفي أسداسة واضح؟ رجل وعشر نسوة يعني كأننا نقول ست رجال ستة رجال رجعوا كلهم الرجل الواحد كم يكون عليه؟ السدس صحيح؟ سدس الضمان وكل امرأة نصف السدس نصف السدس واضحة هذه واضحة طيب فعلى رجل السدس وعليهن خمسة أسداس وقال الصاحبان عليه النصف وعليهن النصف نصب نصف لأن النساء وإن كثرنا فهن مقام رجل واحد لأنه لا يثبت بهن إلا نصف الحق ما هو قول الصاحبين؟ يعني اعتبر لأنه كل حجور مقام رجل لماذا اعتبروا هذا؟ لأنهم هم على أساس أنه خلص لتثبت على أساس أنه أمر أساس ما هو الأصل؟ هل تقبل شهادة النساء منفردة عن شهادة الرجال؟ في غير الضرورة التي لا يطلعوا للنساء في حقوق الأموال هل تقبل شهادة مئة امرأة؟ لابد يكون رجل صحيح؟ فالرجل له النصف وكل النصف لهن النصف هذا مبدأ الصاحبين؟ نعم طب أبو حنيفة لا ينازع في الأصل الأول أن شهادة النساء لا تقبل منفردة ولي أبي حنيفة رضي الله عنه أن كل امرأتين مقام رجل قال صلى الله عليه وسلم عُدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد فصار كشهادة ستة من الرجال هذا الذي بنى عليه أبو حنيفة رضي الله عنه نعم طبعا في مسائل القضاء غالبا يقضى بقول أبي يوسف صح؟ إلا أن يرى القاضي مثلا حالا مصلحة تقتضي بالقضاء بخلاف قوله فلا بأس بالقضاء بغير غالبا في القضاء نعم ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لما قلنا هذه المسألة إيش؟ اتفاقية اللي رجع مش كل الرجل مع النساء اللي رجع فقط النساء من بقي هنا؟ الرجل ماذا يثبت بشهادته؟ النصف تمام؟ رجعنا لهذا الأصل ولو رجع ثمان من العشرة كم بقي رجل ومرأة؟ هل تثبت بهم الدعوة؟ نعم تثبت إذن لا عبرة بمن رجع ولو رجعت أخرى ثمانية ورجعت تاسعة فعلى الراجعات الربع لما مر واضحة هذه كم بقي رجل ومرأة؟ كم يثبت بشهادته؟ نعم ثلاثة أربعة ولو رجع الرجل وثماني نسوة كم بقي؟ امرأتان صح؟ آي نعم فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على الراجعات كم بقي؟ امرأتان الراجعات من النساء هل أثرت شهادتهم؟ لم تؤثر لم يؤثر رجوعهم صحيح؟ الرجل هو الذي أثر رجعه واضح؟ ولا شيء على الراجعات لأنه بقي منهن من يقوم به نصف الحق نعم ولو شهد رجلان ومرأة ثم رجعوا شهد رجلان ومرأة رجعوا جميعا فالضمان على الرجلين خاصة لأن الحق ثبت بهما دونها الحق ثبت بمن؟ بالرجلين هما الأصل في الشهادة صح؟ فالسشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان فأصل الشهادة في الرجال صحيح؟ هاي نعم فالحق ثبت بهما فهما من يثبت بهما الحق فيكونان هما من تسبب بالإتلاف فيضمنا قال شهداء الآن تهينا من المسألة هذه الأصل العبرة بمن بقي الآن قال شهداء بنكاح بأقل من مهر المث ثم رجعا لا ضمان عليهما لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد والضمان استدعى الماثل وإنما يتقوم بالتمليك إظهارا لخطر المحل إيش صورة المسألة هذه؟ شهداء بنكاح يعني ادعى رجل على امرأة نكاحا ادعى رجل على امرأة نكاحا بألف دينار ومهر مثلها ألفين مهر مثلها ألفا دينار وجاء بشاهدين وشهداء وقضى القاضي بماذا؟ بالنكاح بهذا المهر صحيح؟ فالآن ينفذ القضاء أو لا ينفذ؟ ينفذ ظاهرا وباطنا صحيح؟ عم ذهب أبي حنيفة ثم رجع قال شهاد الزور هل ينقض القضاء السابق؟ خلاص زوجه الشاهداء وقضى القاضي خلاص نفذ القضاء صارت زوجته تمام؟ الآن هما يعني شهادتهما تسببت في الظاهر بإتلاف ألف دينار عليها ما أهر المثل؟ ألفا دينار هما شهداء بألف دينار هذا الظاهر هيك يظهر لنا لكن في الحقيقة هما ماذا أتلف عليها؟ الآن ما هو الذي قدم منها؟ البضع منفعة 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 صحيح؟ وأخذت ألف دينار مقابل هذه المنفعة هل المنافع متقومة بذاتها؟ يعني مضمونة بذاتها ولا بالعقد؟ بالعقد ها؟ بالعقد هنا العقد جرى على ألف دينار واضح؟ المنفع بنفسها غير متقومة إلا بعقد بدون عقد لا تقوم صحيح؟ نعم البضع بنفسه يعني ليس عيناً قيمتها فيها صحيح؟ حتى لما قومناه نظرنا إلى مهر المثل ثم أعطيناه هذه القيمة لا ضمان عليهم لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد والضمان لما بدنا نضمنهم يستدعي المماثلة هم؟ هل هناك شيء يماثل منفعة البضع؟ ليس هناك شيء فالألف تقابلها والألفان تقابلها وهكذا فيعني ليس شيئاً يقابله شيء ليس عيناً يقابلها عين آخر أو قيمة أخرى وإنما يتقوم بالتمليك إظهاراً لخطر المحل يعني حتى ما يكون نجعل العقد حتى ما يكون زواج بلا مهر نعم طيب وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج هم؟ ضمنا الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بغير عوض أتلفا الزيادة إيش المسألة هنا؟ هنا العكس مهر المثل ألف شهداء بألفين هم؟ شهداء بألفين يعني المسألة الأولى وهذه متصورة أنهم شهداء بأصل النكاح بهذا المهر أو النكاح ثابت لكن الخلاف في ماذا؟ في المهر هي تقول ألفان وهو يقول ألف هنا لا المهر المثل ألف والشاهدان شهداء بألفين صحيح؟ يعني دفعوا الزوج ألف دينار زيادة وهنا يضمنان هذه الألف الزائدة لأنهما أتلفاها بغير عوض هذه المنفعة تقدر بألف تقدر بألف شهادتهما جعلتها ماذا؟ بألفين فأتلفا عليه الزيادة ألفا فيضمنانها طيب قال وفي الطلاق الآن شهد على الطلاق ركزه شوي في طلاق قبل الدخول وفي طلاق بعد الدخول الطلاق بعد الدخول يعني شهداء بطلاق إنسان زوجته المدخول بها هل يضمنان شيئا؟ طبعه بالدخول استوفى المنفعة المنفع المهر هذا الذي يدفعه مقابل مرة واحدة أو مقابل جميع المرات ولو مرة واحدة صحيح؟ وبعد ذلك قالوا كل وطأ يقابلها جزء من المهر حتى آخر العمر مزبوط؟ آي نعم فلو فعل مرة واحدة استوفى حقه فلا يضمنان لم يتفع عليه شيئا العبر الآن كلام قبل الدخول طلاق قبل الدخول قال وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر شهداء الشاهدان أن يعني هي ادعت أنه طلق أن زوجها طلقها قبل الدخول وجاءت بشاهدين الآن ماذا سيدفع الزوج؟ سيدفع نصف المهر طيب ظهر يعني رجع الشاهدان قال لا لم يطلق نحن شهدنا شهادة زور هل تعاد إلى عصمته؟ لا قلنا في القضاء لا ينقض لكن ماذا يضمنان؟ نصف المهر لمن؟ للزوج لماذا؟ قال لأنهما أكدا ما كان على شرف السقوط لو جاءت الفرقة هي ما بدهيا هي لا تريده فلو أنها طلبت الفرقة لن تستحق شيئا يعني كان هذا النصف سيسقط على شرف السقوط فهما أكداه وأثبتاه بشهادتيهما فيضمنان واضح؟ طيب قال وإن كان بعده لم يضمن لو شهد بأنه طلقها بعد الدخول ثم رجع في شهادتيهما فلا يضمنان الشيء لماذا؟ نعم لأن المهر تأكد بالدخول فلم يتلفا شيئا طيب شهد بالطلاق يعني قبل الدخول وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ماذا حصل؟ ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه لأن الفقن اتفقا على النصف يكون على كل فريق ربعه وانفرض شهود الدخول بالنصف ينفردهم بضمانه من حلها؟ وله علامتان إذا من الضيوف ديناران خنشوف أول شيء المعازيب شو أعيد؟ إذا شهدوا قبل الدخول أو صور لي المسألة صور لي المسألة يعني مثال أطيب؟ آه مثال واحد دينك رفع على خطيبة قضية أنه طلقها قبل الدخول لا ما كملت أعطيتنا الجزء في جزء آخر شهداء بالطلاق قبل الدخول أيوة خلنك أيوة بعد الدخول إذن اتفق الشهود الأربعة على أنه طلقها تمام؟ اتفقوا على أنه أربعة طلقها الشاهدان الأولان شهداء بأنه طلقها قبل الدخول تمام؟ فأوجبا عليه نصف المهر ها؟ والشاهدان الآخران أوجبا عليه المهر كاملا أثبتا عليه المهر كاملا وهو ما طلقها ثم رجعا قالوا والله ما طلقها الآن ماذا أتلفوا عليهم؟ ماذا أتلفوا عليه كلهم؟ مهرا كاملا ألفين دينار أتلفوا عليه إيش؟ ألفين دينار أيوة ها أتفقوا على نصف المهر المستحق بالطلاق قبل الدخول هيكون على اثنين ربع وعلى اثنين ربع اللي هم شهداء بعد الدخول عليهم ربع وشهداء قبل الدخول ربع تمام؟ لأنهم مستفقوا على الناس آه تمام؟ فيهم مستفقش شهداء بعد الدخول في ربعهم هم هم كمان شو كمان؟ شهدوا على الدخول هم كمان حيضمنوا النصف الآخر لهم يعني رجعا الآن لو فرضنا ماشي كلام جميل تفضل هاتي زيدينا هس خلينا نحلها زي ما تفضل زي ما بدأت الأخت نصف النصف هذا نصف المهر قبل الدخول متفق علي تمام؟ فالآن كلهم كلهم متسببون بإثبات هذا النصف فشاهدان يضمنان اللي هو نصف النصف اللي هو الربع والشاهدان الآخران يضمنان الربع اللي هو النصف النصف الثاني هذا بالنسبة للشهود الشركة اللي حصلت في الشهادة بين الشاهدين اللي شهدوا قبل الطلاق والشاهدين اللي شهدوا بعد الطلاق بعد الدخول عفوا طلاق قبل الدخول وبعد الدخول اللي شهدوا بالطلاق بعد الدخول الآن أوجب عليه النصف دون مشاركة الشاهدين السابقين فيضمنان الربع من نصف المهر الأول اللي هو في حال الطلاق قبل الدخول ويضمنان النصف الثاني اللي هو يعني هما من كبداه هذا الشاهدان الأولان اللي شهدوا اللذان شهدوا بالطلاق قبل الدخول كم سينالوا كل واحد منهما 250-250 والشاهدان الآخران 1500 ستنقسم عليهما 750-750 واضحة؟ طيب صحيح مين بدي أخذ العلامات؟ هيك حتنقسم بينكم أنت ستأخذ ثلاثة أربع والربع ها؟ فالآن بدنا نحلها طيب بتعطيها يا بتأخذ أنت دينار وهي علامة يا إما بتعطيها الدينار بصير علامتين إلها ها؟ خاص إلها علامتين إن شاء الله إيش اسمك؟ هبا هبا أنتوا جزاكم الله خير يعني على المساعدة والمعاونة طيب ذكريني فيهم فيما بعد إن شاء الله شهداء بالطلاق قبل الدخول وآخران أنه دخل بها تمام؟ ثم رجعوا كلهم ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه لأن الفريقين اتفقا على النصف اللي هو قبل الدخول هذا بكل الأحوال لا يخلو طلاق من رجل عن ضمان صحيح؟ إما نصف المهر أو المهر كامل بالدخول فيكون على كل فريق ربعه اللي هو النصف اتفقوا على النصف اللي هو قبل الدخول كلهم تسببوا به صحيح؟ فيكون على شاهدين الربع وشاهدين الآخرين الربع وانفرد شهود الدخول اللي شهدوا بالدخول بالنصف هما من أوجبه أو أوجبه القاضي بشهادتهما فينفردون بضمانه صحيح؟ طيب انتهينا الآن تفضل طيب هصلا أصلا في الشهادة اللي يكون شاهدين ليش قبلنا شهادة الشاهدين الآخرين اللي يشاهدوا بعد الدخول واحد يجيبه هنا دعويان دعوة بطلاق قبل الدخول استحقت النصف جاءت بشاهدين آخرين فشاهداء بأنه بعد الدخول فاستحقت كمان نصف واضح؟ نعم نعم طيب ولو كانوا مجتمعين هذاني شهداء بالنصف وهذاني شهداء بالكمال فقضى القاضي ببينة الكمال لكن هؤلاء لهم لهم يد في إثبات النصف نعم ولو شهداء بالبيع ثم رجعا شهد الشاهدان أن زيدا اشترى سيارة عمر ضمنا القيمة لثمن والقاضي قضى بنحو شهادتهما فأخذت السيارة من عمر وأعطيت لزيد بالمبلغ ثم رجع وقال والله ما باعه ما باعه ماذا يحصل هنا؟ هل تأخذ السيارة من زيد وترجع لعمر؟ لا القضاء الأول نافذ طيب من يرد لعمر سيارته؟ الشهود يعطونه القيمة واضح؟ يعطونه قيمة السيارة ضمنا القيمة للثمن لأنهما أتلفا المبيع لا الثمن أتلفا المبيع والمبيع هنا مثلي ولا قيمي؟ مثلي ولا قيمي؟ قيمي فيضمنان القيمة طيب ولو شهداء ببيع جمل ثم رجعا بعد القضاء وقيمة الجمل أكثر من الثمن ضمنا الفضل لمن؟ ايش المسألة؟ مش حطينا سيارة؟ حط مكانها جمل شهد بأن زيدا اشترى من عمر جملا أو سيارة بكم؟ بألف دينار مثلا بألف دينار هي قيمتها ألفا دينار فهذه الشهادة كانت لصالح من؟ صالح المشتري صحيح؟ قيمة السيارة ألفا دينار وهما شهداء أنها بألف دينار أخذ السيارة المشتري صحيح؟ الآن من يضمن هذه الألف لألبائع؟ الشاهداء صحيح؟ نعم ولو شهداء ببيع جمل ثم رجعا بعد القضاء وقيمة الجمل أكثر من الثمن ضمنا الفضل لمن؟ للبائع لأنه ما أنقصى من قيمتها أو من قيمة الجمل انتهينا من مسائل الطلاق والبيوع الآن بدخل على مسائل القصاص قال وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ إيش القصة؟ أيوة هيك بدي من بداية القضية إيش عنوان القضية؟ الدعوة التي أثبتها الشاهدان ما هي الدعوة؟ ادعى زيد أن عمرا قتل ابنه عمدا وجاء بشاهدين على ذلك فشهداء بذلك وقضى القاضي واقتصه من المدعى عليه بعد أن اقتص منه رجع الشهود عن شهادتهم فهل يقتص منهم؟ لا هل باشر القتل؟ لا اللي باشر القتل هو الجلات بقضاء القاضي هما متسببان هل يقتص ممن قتل تسببا؟ يعني هما قاتلان آثمان عليهما إثم القتل لكن أعفوا القتل بالتسبب هل يجب فيه القصاص؟ هل يجب فيه كفارة؟ لا لا يجب فيه قصاص ولا كفارة صحيح؟ ففي هذه الحالة يجب عليهما أدية صحيح؟ قال وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ ضَمِنُوا أَدِّيَّةَ ولا قصاص عليهم لأنه لم يوجد القتل مباشرة والتسبب لا يوجب القصاص كحافر البئري بخلاف الإكراه عند أبي حنيفة من أكره على قتل إنسان فالقصاص على من؟ أو لا قصاص؟ على المكره ومين قال على المكره؟ زفر ومين قال لا قصاص؟ الصاحبان صح؟ طيب فعند أبي حنيفة المكره هنا صح ومتسبب لكن المكره صار كالأدات في يده كالسلاح فيضاف الحكم هنا للمتسبب فيقتص منه لكن في هذه الصورة المباشر غيره وغيره هذا له اختيار الجلاد له اختيار والقاضي له اختيار صحيح فهذا ليس له إلا التسبب ولا يمكن أن يضمن الجلاد اللي اقتص منه ولا القاضي تمام؟ فرجع الحكم على من؟ الضمان رجع من؟ رجع على المتسبب ولا قصاص على المتسبب فيجب الدين قال واللي أن المكره فيه مضطر إليه فإنه يؤثر حياتهم ولا كذلك الولي طيب لماذا لا نضيف التسبب إلى الولي؟ التسبب بالقصاص ما الولي لما له المدعي ادعى عليه ادعى عليه أنه هو القاتل أو لو فرضنا لم يدعي عليه ولكن ادعى إنسان وأثبت الشاهدان الدعوة على المدعي لتم الاقتصاص منه ومقبل لا يختصوا منه جاءوا إلى الولي وقالوا له إن فلانا قتل وليك قتل ابنك هل تعفو عنه؟ قال لا أعفو عنه بدي القصاص إذن من الذي أمر بالقصاص أو طالب بالقصاص؟ الولي يعني هذا أقرب إلى المباشرة من الشاهدين صحيح؟ الشاهدان شهداء بعد أن شهد أثبتنا الدعوة عليه الآن الولي كان بإمكانه أن يسقط القصاص وأن يعفوه صحيح؟ أو أن يصالح فلم يصالح فهذا أقرب إلى القتل لماذا لم نضف هذا الضمان إلى الولي؟ قال ولا كذلك الولي فإنه مختار والاختيار يقطع التسبيب هو اختار والاختيار يقطع كونه متسببا وإذا امتنع القصاص إذن لا يقتص لا من القاضي ولا من الولي ولا من الجلاد إذن لا يقتص الضمان يرجع على المتسبب وهو شاهدان لأن القتل بغير حق لا يخلع عن أحد الموجبين قتل بغير حق ولا يكون فيه موجب لا قصاص ولا دية لا هنا سقط القصاص امتنع القصاص فنرجع إلى أدية قال ولو شهداء بالعفو عن القصاص الآن زيد ادعى على عمر قصاصا أنه قتل وليه عمدا فجاء و جاء و أثبتها ثم جاء المدعى عليه ببينة تثبت أنه عفى شكس الآن بصير مثلا كذا بصير صك صلح عشائر و بعدين يرفع إلى القاضي و يقضي بناء عليه فجاء بشاهدين والله يا سيد بارح سهرنا ليلا على عشاء وتم الصلح فيما بينهما وتم العفو تم العفو ثم بعد ذلك رجعا ماذا أتلف على ولي الدم في هذه الحالة القصاص هل هو متقوم لا ليس مالا حق القصاص حق ليس متقوما فأتلفى عليه حقا هل يضمناني شيئا إثم أثماء نعم لكن هل أتلفى شيئا متقوما هل القصاص يجوز الاعتياض عنه يعني مثلا في حقوق مالية الآن في حقوق تقوم مقام المال مثلا حق نمرة السيارة حق حق العلامة التجارية حق التأليف ممكن يقدر بمال لكن حق القصاص لا يعتاض عنه حق الشفعة لا يعتاض عنه حق القسم للنساء لا يعتاض عنه صحيح لا يجوز النزول عنه بمقابل فقط القصاص جاز الصلح عليه لعظم شأن الدم جاز الصلح عليه لكن المسألة قد يكون دينار وقد يكون مليون دينار ليس أمرا ثابتا منضبطا ولو شهد بالعفو عن القصاص ثم رجع لم يضمن لأن القصاص ليس بمال واضح؟ قال وإذا رجع شهود الفرع انتهينا الآن من المسائل السابقة الآن نرجع إلى الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة قال وإذا رجع شهود الفرع ضامنه مين شهود الفرع؟ مين رجع لنا؟ إيش مسألة الشهادة على الشهادة؟ أحسنتي تمام بشاهدين صحيح؟ كل شاهد المسألة الأولى تحتاج إلى شاهدين كل شاهد من الشاهدين الذين عاينا الواقع الأولى يحتاج إلى شاهدين سواء كان الشاهدان مختلفين يعني هذا الشاهد الأول محمد يحتاج إلى شاهدين على شهادته والشاهد الثاني خالد يحتاج إلى شاهدين أو نفسهما محمد وخالد زيد وعمر يشهدان على شهادة محمد ويشهدان على شهادة زيد الآن من الذي رجع؟ شهادة الفرع شهادة الفرق اللذان أدلوا أو أدليا بالشهادة أمام القاضي رجع شهداء بحق ثبت الحق تمام ثم بعد ذلك رجع الشاهدان من الذي يضمن؟ هما لا علاقة لشهود الأصل كل الشهادات ترجع إلى شهود الفرق قال ضمنوا ضمنوا من شهود الفرق لأن التلف أضيف إليهم فإنهم الذين ألجأوا القاضي إلى الحكم والتي يبعين شرحكم القاضي بناء على شهادة الفرع قال وإن رجع شهود الأصل بعدما قضى القاضي بالدعوة بناء على شهادة الفرع فجاء شهود الأصل وقالوا لم نشهدهم وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع هل يضمن شهود الفرع؟ لماذا؟ لم يرجعوا صحيح والأصل يعني يحتمل صدق الأصول في أن شهود الفرع كذبوا في شهادتهم ويحتمل صدق شهادة الفرع أنهم شهادتهم السابقة صحيحة والشهادة الأولى شهادة الفرع ترجحت بماذا؟ بقضاء القاضي فتمضي ولا يضمن شهادة الفرع لأنهم لم يرجعوا وشهادة الأصول هل يضمن الأصول هل يضمنون شيئا لا يضمنون لأنه لم يترتب على شهادتهما شيء الحكم قضية بناء على شهادة الفرو قال لأنهم أنكروا التسبيب الأصول أنكروا أن يكونوا قلية الفقه الحنفي